أزمة سكانية خانقة تعيشها بغداد لا تبدو أنها وليدة اللحظة بل جاءت بأثر الرجعي من أزمة معيشية وسكانية رافقت العاصمة تقريبا منذ عقدين أو أكثر حتى وصل الحال بانتقال البغدادين المعتادين على السكن الأفقي بمساحات واسعة إلى بيوتات بمساحات صغيرة جدا في حين تغصى شوارع حاليا بملايين سيارات يوميا وسط فشل حكومي في احتواء هذه الأزمة المتفاقمة موقع مراجع سكان العالم الأمريكي أكد أن الكثافة السكانية في بغداد دفع سكانها إلى ما يعرب بتقسيم المنازل الكبيرة إلى مساحات أقل ومنها للحصول على خمسين أو ستين مترا للعائلة الواحدة من منازل كانت مساحتها تصل إلى أربعمائة أو ستمائة متر وأكثر ضمن مناطق بغداد بسبب حجم الزيادة الكبيرة في السكان مبينا أن بغداد حلت عام الفين واثنين وعشرين بالمرتبة الثاني والخمسين عالميا ضمن قائمة أكثر المدن اكتظاظا بالسكان وبين الأرقام المتناثرة فإن عدد السكان المتوقع لبغداد في عام الفين وثلاثين سيكون بحدود أحد عشر مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف نسمة في ظل واقع العاصمة الحالي بحسب أمانة بغداد وهما جعل محافظة بغداد تحل في مقدمة المحافظات الأكثر اكتظاظا بالسكان وفق وزارة التخطيط يأتي هذا بالتزاون مع تقديرات حكومية خاصة بمديرية المرور العامة أكدت أن بغداد تشهد يوميا تواجد أربعة ملايين سيارة فيما شوارعها لا تصلح سوى لأربعمائة ألف سيارة مختصون بيئيون أكدوا أن الواقع المقتضى الذي تعيشه بغداد له تأثير بيئيون كبير يعد أشد خطورة على البيئة من الملوثات وغياب المساحات الخضر وضحين أن العلاقة بين ارتفاع نسب التلوط والازياد في معدل النمو السكاني هي علاقة طردية وما ينتج عن ذلك من تأثر قطاعات الخدمات والصحة والتعليم في ظل غياب الدور الحكومي في حل هذه الأزمة وهنا يكمن أصل المشكلة